بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا مرحبا بكم في حلقة جديدة من نور الدين نستهدي به في عصرنا هذا وأحداثه وأفكاره وأحواله وتغيراته حتى يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة حلقة اليوم تتكلم عن هذه الجدلية بين الدين وبين التقدم التكنولوجي منذ أكثر من عشرين سنة أتذكر أننا جلسنا في مؤتمرات عدة في دول مختلفة حول ما كان يظهر حينئذ من كلمة second life والsecond life هو الحياة الافتراضية التي تخالف الحياة الواقعية كان الأمر في بدايته وكان كل بداية بسيطة فيها أفكار وفيها أمال ولكن بالجملة تستطيع أن تسيطر على ما هنالك من مسائل وقضايا تستطيع أن تناقشها بهدوء بروية وبفكر متزن لكن تكاثرت التغيرات وتطورت وتدهورت الأمور بشكل قد يصل إلى ما يمكن أن نسميه بالزخم الرهيب كنا في هذا الزمن نقول أن وكالات الأنباء الستة تذيع كل يوم مية وعشرين مليون معلومة ولما حسبنا بحسبة بسيطة أن كل معلومة في جملة مفيدة فيكون الاطلاع على المية وعشرين مليون معلومة كل يوم يحتاج إلى مئتي عام من القراءة للإنسان وعلى ذلك فهناك انفجار في المعلومات كانت عدد المواقع حينئذ نحو سبع مليار موقع وكنا نتعجب كيف تتحمل الشبكة العنكبوتية كل هذه المواقع وسألنا هل منها ما هو مهتم بالدين فحصرنا حينئذ مية وعشرين ألف موقع يتكلم عن الدين أو عن الإسلام بصفة خاصة كل هذه الأرقام تغيرت إلى أرقام غير مضبوطة ولا غير معروفة عندي بعد هذا الانفجار الأطخم الذي حدث في تلك العشرين سنة الماضية ولذلك فنحن أحوج ما نكون إلى أن يحدث بعضنا بعضا عن ما يقول في ذهنه لأن الاستيعاب لكل هذه التقنيات والتكنولوجيا والديجيتال أصبح وكأنه من المستحيل لكن يصطدم كل واحد مننا بقدر ما يصطدم من مقتضيات حياته فيسأل عن نور الدين في هذا الأمر وكيف يهتدي به إلى رضا الله وإلى التمسك والاستمرار بالتمسك بدينه وفي نفس الوقت ألا يترك مقتضيات الحياة الدنيا نرحب بكم في هذه الحلقة حلقة الجدلية ما بين التطور التكنولوجي وما بين الدين بنوره وبهدايته وبأحكامه ومبادئه نسمع الآن عن الميتا فيرس والميتا فيرس هذه أيضا اتضح أن معناها هو السكد الليف الذي كنا نتكلم عنه في العشرين سنة أو منذ عشرين سنة الماضية ولضيق وقت البرنامج هيا بنا نتفاعل مع الشباب الحاضر من الرجال والنساء والأولاد والبنات الذين رأينا أنه كلما صغر سنهم كلما اتسعت معرفهم في هذا المجال فهل هناك من يريد أن يسأل عما استضم به في هذا المجال؟ تفضل مولانا مع ظهور خاصية الميتا فيرس اللي هي الوقع الافتراضي فيه ناس كتير بتحاول تربط الخاصية دي بالشعائر الدينية فهل أنا لو قمت باستخدام هذه الخاصية مثلا في أن أنا أقوم بزيارة المسجد الحرام أو المسجد آل الحرام وأقوم بتالبيت شعائر الحج أو أن أنا أصلي مثلا صلاة الظهر في المسجد معيني أنا في البيت هل ده يجوز شجعا ولو يجوز هل تقبل الصلاة ولا لا تقبل؟ برضو أحاول أن أتخيل معك على قدر زهني كيعني رجل عدة السبعين فترحمني شوية لأنه آل رحمة حلو ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هو بيتكلم عن الميتا فيرس التي تفترض وإذا كنت يعني غير دقيق في وصفي فصلح لي يعني ما تكسفش إنهم بيلبسوا حاجة على زي نظارة فبيرى فيها ما يريده يعني ما يتخيله فهو يلبس النظارة دي ويتخيل أنه ذهب إلى المسجد الحرام ثم أنه طاف حول المسجد الحرام وقبل الحجر الأسود وصل ركعتين بعد السبعة بعد السبعة طوافات وخلف مقام إبراهيم ثم ذهب إلى الصفا وسعى بينها وبين المروة سبع مرات وانتهى في المروة وأنه على المروة يعني قص شعره أو حلقه كل ده في خياله ولكن هذا الخيال بهذه الكيفيات يراها بعينه وكأنه صنعها فهل يكفي هذا عن عمرة هل يأخذ ثواب العمرة هل تسقط عنه عمرة الفريضة ونقول نفس الكلام عن الحج ونقول نفس الكلام عن زيارة سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم الإجابة بناء على الأحكام الشرعية أن الله سبحانه وتعالى يجعل محل هذه الأماكن جزءا لا يتجزأ من الركن حتى يبلغ الهديو محلة مش زهنك لأنه كل هذا الذي حدث الآن حدث في الزهن وقد يتطور الأمر حتى تتحول هذه النظارة إلى عدسات لاسقة وحتى يتحول أمر آخر في اللمس إلى خاتم وحتى يتحول ما فيش مانع طيب ثم ماذا ثم أن هذا في ذاته لم يبلغ محلة فالمكان هنا هكذا حدثت تصورات وأحوال روحية شبيهة بهذا وليست هي هي وذلك أن الإنسان في المغرب يحدث له ما اسموه بالطرح الروحي ويذهب وكأنه خيال أيضا هو يتخيل ومثل ما تتخيل في الميتا فيرس فيذهب روحه وتطوف حوالين الكعبة ويقبل ويصلي ويعمل وكذا إلى آخره يعني تمام فهل هذا يكفي عن الحج فنصه أن لا لا يكفي عن الحج طيب يبقى إذن هذا الذي تخيل هذا الخيال أو حدث له ما اسموه بالطرح الروحي حينئذ ما دام جسده العنصري ورحهم سميين الجسد اللي احنا فيه ده الجسد العنصري يبقى أصبح عندي جسد عنصري اللي هو الحقيقي اللي هو في الواقع البشاهد الحقيقي المكلف فيه الإنسان وجسد افتراضي يسموه سعاد الجسد الأثيري فالجسد الأثيري راح في مكان تاني المكان التاني هذا غير مكلف وتكلموا عن شخصية في التاريخ كان اسمها قضيب البان الشيخ قضيب البان ده كان يوجد في ست أماكن وياريت الميتافيرس يعني تصل إلى هذا في وقت واحد وكان يحكونا في هذا على سبيل كرامات الأولياء إنه هو الراجل جاله جال الولي ده وقال له عايزينك في اسكندرية مثلا يعني هي كان هذا في المغرب العربي أو القصة موجودة في الكتب في المغرب العربي في أماكنهم مدنهم تعال عايزينك في اسكندرية يوم السبت الساعة خمسة قال له حاضر والتاني قال له عايزينك في أسوان يوم السبت الساعة خمسة قال له حاضر وتعجب التلمزة من الشيخ لب دعوتين يعني بعد عن بعض فأحدهم قال له يا مولانا حضرتك عطيت موعد على فكرة في اسكندرية في نفس ذات الوقت فسكت ولم يرد وبعد ذلك جاءه الناس من اسكندرية ومن أسوان يشكرون حضوره يعني بتوع أسوان جوم يشكره أنه متشكرين يا مولانا أنك لبت الدعوة وقيت لنا يوم السبت الساعة خمسة وكمان اسكندرية عملت كذا وكانوا يسمونه المثال يسمون الحالة دي يسموها المثال وكتبنا مليئة بهذا وكثير بعد ما حدث صدمة العلم التجريبي أنكروا كل هذا يعني هما إيه أو لا فيش حاجة اسمها كده وده إحنا بنرجع تاني علشان نسأل نفس الأسئلة إيه اللي تسألوها الأقدمون طيب هو صاحبنا ده يا طرى يا هل طرى سقط عنه الفريضة أو كده لا ما ساخدش عنه الفريض طيب هل ممكن أبقى هنا وأحضر ما يسمى بالكونفرنسكول في اسكندرية وفي ذات نفس الوقت يكون الجماعة في أسوان فتحين الزوم عشان يشوهد طيب ما احنا بنعمل كده يبقى أنا موجدت في اسكندرية بس مش بالجسد العنصري إنما يمكن أن نقول بالجسد الافتراضي ولا هناك في أسوان في ذات نفس الوقت برضو شايفني بالجسد الافتراضي فهل هذا هو الذي تقصده ولا في حاجة زيادة عليه إن كانت الصلاة يا سيدي بعيدة عن الشعائر الدينية التي هسترد أن أنا أكون بجسدي إن كانت مثلا أن أنا هصلي في المسجد النبوي هي لها عدد من الصلاة أكتر من الصلاة الفريدة العادية حضرتك عايز تقول إن أنا هنا هصلي في مسجدي هذا وأنا متخيل نفسي في الحرم فهل أخذ المائة ألف اللي هي بتاعت مكة أو الألف اللي هي بتاعت المدينة أو القمسومة اللي هي بتاعة الأقصى لا مش هتاخد اتفضل طب يا مولانا فضلتك عكس دوت يعني لو مثلا افترضنا أن في الميتا فيرس ولد وبنت مثلا اختلوا ببعض هو قاعة مثلا هل يبقى عليهم اسم هم هنا بقى في الحالة ديت مش موجودين بجسدهم العنصري هم موجودين في الواقع الافتراضي بس اختلوا ببعض فهل عليهم الأحكام الشرعية اتكلموا مع بعض أو يمكن يكونوا تجاوزوا دوت بتفرجوا جنب بعض مثلا على تلفزيون أو على كذا الاخر فهل دوت بنفس النظرية يسقط عنهم الأحكام طب يا مولانا فضلتك عكس دوت يعني لو مثلا افترضنا أن في الميتا فيرس ولد وبنت مثلا اختلوا ببعض هو قاعة مثلا هل يبقى عليهم اسم هم هنا بقى في الحالة ديت مش موجودين بجسدهم العنصري هم موجودين في الواقع الافتراضي بس اختلوا ببعض فهل عليهم الأحكام الشرعية اتكلموا مع بعض أو يمكن يكونوا تجاوزوا دوت بتفرجوا جنب بعض مثلا على تلفزيون أو على كذا الاخر فهل دوت بنفس النظرية يسقط عنهم الأحكام القصة هنا مركبة بين أمرين الأمر الأول الحل والحرمة هل يترتب على ذلك إثم ولا لا يقول الإمام الغزالي إن الإنسان لو كان أمامه كوب من الماء وتخيل أنه خمر وشاربه على أنه خمر تأخذ بالك يعني عايز يدخل نفسه في مجلس الخمر أثمة باتفاق وفي الحرمة أثمة باتفاق وفي الحد قولان واخد بالك أرجح هما أن لا لأنه ما عملش حاجة ده يا دوبك تخيل أنه كوباية الماء اللي قدامه ولا كوباية الحلال اللي قدامه شداد شربط ولا عصير ولا كده إنهم خمر وهو بيشرب شارب على أنه ده خمر وبعدين هو مش خمر أو لحاك يبقى الإثم هنا قلنا له طب يأثم ليه يأثم ليه قال لتجرؤه على الحرام لتجرؤه على الحرام وتكلموا في باب النكاح والزواج وكذا إلى آخر والعلاقة بين الرجل والمر أن رجلا أغمض عينيه وتصور أنه يزني هو لا بيزني ولا حاجة ده هو بس بيتصور أنه يزني يبقى عليه الحرمة طب والحد لا ما عليش الحد لأنه ما عملش حاجة ده قيمة للخيال نعم مولانا فيه رواية مشهورة أنه فيه أحد الصلاحين كان في طريق الحج وفيه أسرة فقيرة يعني قاعد يخدمهم فحد شافه في الحج يعني في شعار الحج نعم فرواية تقول أن الله أرسل ملك يحج مكانه ليكن لكن هذا الرجل وقد حج قبل ذلك كثيرا ولكن فضل الفقراء بنفقة حجه على تمتعه بالحج فغفر الله ذنبه الذي كان سافره بالحج وعطاله ثواب الحج بهذه الصدقة سؤال لو لم يكن يحجه من قبل هل تحسب له هذه الحج في حجة الفريضة لا فما زلنا كما نحن الإكرامات والبشرة والملاكة اللي هتحج عني والزوم والميتافيرس والسكند لايف وكل ده مش هيغير الأحكام الحكم باقي كما هو أن الجسد العنصري هو الذي يناط به الحكم الشرعي هيظل هذا الرجل الذي لم يحج بالرغم أننا شفت وكل الناس شاهدوا أنه مرأوه هناك وكلمهم وكلمهم هيظل برضو أنه لم يحج إنما أخذ ثوابه قولوا يا بنات قولوا مولانا اليوم في أبليكيشن أنا بحول لهم فلوس وهم بيعينوا شخص يعمل عمره عن قريب الميت نعم فهل هذا جائز في الشرع؟ نعم هذا جائز وشائع ومناسب أيضا لأنهم في هذه التطبيقات يتخيروا طلبة العلم الذين سبق لهم الحج والعمر فهو سبق لهم الحج والعمر فمستوفي الشروط وهو فيه بيبقى في مكة أو في المدينة أو في الحجاز أو كذا إلى آخره فما فيش تكلفة ويكون أيضا طالبا للعلم وفاهما لأحكام العمرة ولأحكام الحج فالتطبيق هذا بيسهل على الناس ويوفر الوقت ويوفر الجهد ويوفر المال فبيوفر من كل جهة فده نوع من أنواع التيسيرات اللي ممكن أن نحن نستعمل التكنولوجي فيها هل تفضل؟ هو حاليا بيطرح جدا أو بين أوساط يعني الشباب المهتمين أن الشركات الكبرى التكنولوجية دي اللي هي متغوغلة جدا في المجتمع أن هي أزرع للمسونية اللي هي عبدة الشيطان وأن هم بيتغلغلوا جدا في حياتنا بطريقة غير مباشرة زي مثلا الفيف دي والشريحة وزي مثلا في لعبة اسمها باب جي مثلا بيبقى فيها بيقولون فيها رموز مثلا للمسونية وكده وبقى يعني موجود في الحياة لدرجة أن ناسا صحابي مثلا بيعتقدوا أن رؤساء الشركات دي أصلا مخلوقات كتفضائية ومتجسدة وحاجات كده فهل النظرية دي إنها بتقول أن دول أصلا ماسونيين وأن دول الامتداد للمسيح الدجال وأن ده بيجمعوا مننا أننا بياناته وبيخترقونا بشكل غير مباشر هل ده ممكن يكون في شيء من الحقيقة ولا بيبقى كله مؤامرات وخرافات بالناحية ورود نصوص شرعية تحذرنا من أن هناك تسلطا خفيا يمكن أن يكون فليست هناك من باب أهل الله ومن باب أهل البصيرة يعني أهل البصيرة لم يقولوا لنا أن هناك مؤامرة علينا وعلى البشرية وكذا إلى خير ليس هناك مؤامرة إنما هناك أفعال مخالفة لدين الله ربنا سبحانه وتعالى أمر بالعفاف وهؤلاء أمروا بالإباحية ربنا سبحانه وتعالى أمر بسعادة الإنسان في الدارين وبالتكليف افعل ولا تفعل وهؤلاء يريدون الحريات المطلقة يريدون التساوي المطلق حتى مش بين الذكر والأنثى فقط ده بين الإنسان والحيوان والجماد فيبقى إحنا الآن أمام حاجة مخالفة ما قصد إحنا المستخدم أبليكيشنز بتاعتهم يعني أعتبر كل الأدوات كل الأدوات متاحة مباحة بمعنى إيه بمعنى أن عندي التلفزيون التلفزيون لما تفتح السطلاة الداة تلاقي فيه أكتر من 1600 قناة شغالين طيب ما هو 1600 قناة دول أنت لك الحرية في اختيار القناة التي تريد أن تطلع عليها من أجل تصحيح حياتك وتصحيح نفسيتك وتصحيح وتربية أولادك وتترك الثاني السكينة يمكن أن تقتل بها أحدهم وممكن أن أنت تستعملها في قطعة زبد وقطعة اللعب تملي كل دي وجهين زي التلفزيون زي السكينة زي السلاح كل ده بنسميه له وجهين شر وخير تفضلي اسمح لي يا مولانا أنا عندي سؤالين مرتبطين ببعض دلوقتي كلنا في شوء إن احنا نروح نعمل عمرة وفي شوء إن احنا نزور النبي عليه الصلاة والسلام فلما حد من أصحابنا أو رأيبنا بيسافر وبيروح فبنشوف ناس وهم بيطوفوا حوالين الكعبة فاتحين لايف على الموبايل وفي كل الأطواف ماشي بيوري الناس أو بيكلم عيلته في البيت أو بيكلم حد يوريهم أثناء تأدية الفريضة فالسؤال الأول هل ده يا صح؟ هو مخالف لما تربينا عليه من أدب لأن المطلوب في هذه الأماكن الخشوع والخلوة مع الله مش المطلوب إثبات الحالة فهذا خرج عن حد الأدب الخروج عن حد الأدب قد يكون حراما لما يكون يعني ثقيل كده وقد يكون مكروها وقد يكون يعني خلاف الأولى لكن بالجملة سواء ده أو ده أو ده فهو غير مطلوب غير مطلوب أن أنا أخرج من حالة الخشوع من أجل أن أخبر أحبائي في البلد ماذا أفعل وماذا أدعو وكيف أدعو وإلى آخره وفي نفس المشاعر أنا أشوش على غيري وهنا ندخل في الحرمة حتى لو فعلها بشيء من الرقة واللين والبعد عن الناس وكذا فهي مكروها كراهية شديدة فما يفعله هؤلاء الناس نقدر نقول عليه خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى قال تعالى وقوموا لله قانتين حاجة تانية لما بنعرف أن حد رايح عمره بنبدأ نقول له ادعينا وانت هناك سلم لنا على النبي عليه الصلاة والسلام فبيقوم فاتح فيديو معنا وموجه الفيديو للكعبة ويقول لنا ادعوا بالدعوة اللي انتوا عايزينها هي اللي تأدب برضو هي اللي تأدب ولذلك يجب علينا أن نتأدب بأداب الإسلام وإنها لكبيرة إلا على الخشاين عايزين نرجع مرة تانية للخشوع لأنه هنعمل نفسيات طيبة إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته